بمشاركة 27 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وعدة دول عربية انطلقت في الأردن مناورات حملت عنوان الأسد المتأهب تتخللها عمليات خاصة بمكافحة الإرهاب وتهديدات أسلحة الدمار الشامل وبشكل تحاكي سيناريوهات متوقعة الجيش الأردني قال إن هذه الدورة العاشرة من التدريبات التي تنظم على أرض المملكة ستجرى من الرابع إلى الخامس عشر من أيلول موضحا أنها تهدف إلى العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات الأمنية والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة للاستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية من جهته قال الجيش الأمريكي وعلى لسان مدير العمليات الخاصة جوشوا سميث إن نحو 1700 عسكري أمريكي و200 عنصر من القوات المسلحة الأردنية وأربعمائة عنصر من الدول الأخرى تشارك في هذه التدريبات سميث أوضح أن هذا التمرين يربط القوات المسلحة للبلدان المشاركة ويبرز اهتمامها ضمن إطار مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الإقليمي في إشارة إلى إيران بحسب مراقبين الرد الإيراني على هذه المناورات العسكرية كان بالتأكيد على أن طهران جاهز لمواجهة أي تهديدات عسكرية أو كيميائية جاء ذلك بعد أيام من إعلانها بانطلاق مناورة سمتها الاقتدار البحري بمشاركة وحدات عسكرية من الجيش وقطع تابعة للحرس الثوري في محافظة بوشهر الجنوبية مؤكدة أنها سترد على أي خطوة للمساس بأمن البلاد وفق قولها المناورات العسكرية في الأردن ضد أسلحة الدمار الشامل والإرهاب مناورات تمثل وفقا لخبراء عسكريين استعدادا غير معلن لمواجهة إيران التي لطالما ظلت عنوانا رئيسا للأزمات في المنطقة والعالم ولسيما في ظل مواقف أمريكية ودولية تشدد على منع طهران من امتلاك السلاح النووي والحد من تدخلاتها بشؤون دول الشرق الأوسط عبر وكلائها من الميليشيات في العراق وسوريا ولبنان واليمن اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر